القوات الأمريكية العاملة ضمن حلف الناتو في كل من العراق وأفغانستان كانت في صلب المباحثات الأولى التي أجراها وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن مع الأمير العام لحلف الناتو يانس سولتنبرغ اختيار أوستن الخوضة في التواجد العسكري الأمريكي في الخارج يؤكد الأهمية التي يريها القادم الجديد إلى البنتاجون لمسألة القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان فما هي أولويات وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن هل سوف تتراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من العراق وأفغانستان؟ تتجه الأنظار نحو أجندة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وخصوصا فيما يتعلق بالاستراتيجيات المعمول بها في أفغانستان والعراق وما يحيط بها من قرارات وارثتها أزارته من الإدارة الأمريكية السابقة ولعل أبرزها مشروع سحب القوات الأمريكية من هتين الدولتين فقد بحث أوستن في أول اتصال خارجي له مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس تولتنبرغ مسألة الحفاظ على موقف دفاع واحتواء قوي للنيتو واستمرار المهم في أفغانستان والعراق وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت أنها ستراجع الاتفاق مع طالبان وما إذا كانت الحركة تلتزم بخفض العنف تماشيا مع التزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم بين الجانبين العام الماضي ورغم تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر الماضية وخصوصا في كابل التي شهدت سلسلة عمليات اغتيال خفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عدد الجيش في أفغانستان إلى 2500 وهو الأدنى منذ عام 2001 ومع تعثر منفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان فإن النيتو سيقرر في فبراير المقبل ما إذا كان سيستمر في مهمته للتدريب والدعم أم سينسحب من أفغانستان وفي العراق الذي يشهد تصاعدا للهجمات والتفجيرات لدى القوات الأمريكية 2500 جندي بعد تخفيض عددهم إبان إدارة ترامب نظرا لازدياد قدرات الجيش العراقي حسب وزير الدفاع الأمريكي السابق لكن خفض عدد القوات تزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ما يسلط الضوء مجددا على أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الشأن خصوصا مع تجدد الهجمات الصاروخية نضم إلينا عبر سكايب من مدينة إنديانا بوليس في ولاية إنديانا دانا بيتارد الجنرال السابق في الجيش الأمريكي والنائب السابق لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مرحبا بكم سيد بيتارد بداية مباحثات الناتو كأول ما يقوم به أوستن هل تعني أن في الأفق قرارا أو متغيرا من قبل لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي الجديد فيما يتعلق بالقوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أولا شكرا لاستضافتي أعتقد أن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن عبر اتصاله مع أمين عام حلف شمال الأطلسي قام بعمل ممتاز لأنه من بين أهداف إدارة بايدن هو إعادة تأكيد وتعزيز تحالفاتنا ضمن حلف شمال الأطلسي الذي تأثر في السنوات الأربعة الماضية وبالتالي نحن نريد تعزيز هذا التحالف وهناك أيضا أمور أخرى كالتهديد الصيني المتصاعد وتهديدات أخرى عبر العالم لكن لم تجيبوني عن سؤالي سيد بيترد هل برأيك سيحدث تغييرا فيما يتعلق بالوجود لعسكري الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان نعم لو تتذكر في العام 2011 عندما كان الوزير أوستن في الجيش كان هو القائد القوات الأمريكية في العراق وهو كان يريد أن يحافظ على عدد من القوات الأمريكية في العراق لكن إدارة الرئيس أوباما بالتوافق مع الحكومة العراقية قررت أن تسحب القوات الأمريكية والكثيرون اعتبروا أن هذا القرار خاطئا رأينا بعد ذلك أيضا إنشاء داعش في العراق وبالتالي أعتقد أن الوزير أوستن سيدرس الأوضاع وبرأيي أن سيدعم مستوى محددا من الوجود الأمريكي في العراق سينظر أيضا إلى الأوضاع في أفغانستان والاتفاق مع الطالبان ليرى إن كان كل شيء يسير في الاتجاه المرجو بما أنكم ذكرتم ذلك وهو أن قرار سحب القوات الأمريكية من العراق وحتى أفغانستان كان في عهد الرئيس باراك أوباما هل يعني ما يختطه الآن أوستن سياسة ونهجة مختلفة للإدارة الجديدة عن الإدارتين السابقتين عن إدارة الرئيس ترامب وعن إدارة الرئيس أوباما الديمقراطية نعم أعتقد أننا سنرى مقاربة مختلفة المقاربة لن تكون أمريكا لوحدها بل أمريكا كجزء من التحالفات ومن الاتلافات وكذلك عبر احترام رغبة الحكومة العراقية والشعب العراقي ما مدى احتمالات أن يكون هناك إعادة تموضع أو حتى رفع لعدد القوات في العراق على وجه التحديد خاصة وأن ذلك يقودنا إلى موضوع التهديدات الإيرانية النفوذ الإيراني والوجود الإيراني في المنطقة وما يخلق ذلك من مشاكل أعتقد أن ذلك يتعلق بتقييم التهديدات أعتقد أيضا أننا سنرى مستوى مماثلا لعديد القوات كما هو الحال الآن ربما هناك بعض الرغبة في زيادة العديد إلى حد ما في العراق وسوريا ولكن علينا أن ننتظر لنرى أما فيما يتعلق بتصرفات إيران نعرف أن إدارة الرئيس بايدن تريد أن تحاسب إيران خاصة فيما يتعلق بالتزامها بالاتفاق النووي الذي تم عقده في العام 2015 كذلك على إيران أن تضع حدا لدعمها لبعض التصرفات السيئة في الشرق الأوسط وطبعا ذلك يساعد كثيرا في مقاربة أمريكا لإيران ماذا عن الوجود الأمريكي في أوروبا؟ أعتقد أن الوجود الأمريكي في أوروبا لن يتغير مع استثناء بمعنى التأكد أن حلف شمالي الأطلسي مستعد لمواجهة التهديدات الجديدة التي تأتي من روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي تصرف بطريقة عدائية في أوروبا رأينا ذلك في أوكرانيا ومع شبه جزيرة القرم ولم تكن ردة حلف شمالي الأطلسي موحدة أعتقد أن الرئيس بايدن وأن وزير الدفاع أوستن سيتأكدان من أن موقف حلف شمالي الأطلسي سيكون موحدا حيال تصرفات روسية الانتاج الدفاعي وقد تحدث عنه الرئيس بايدن وفعل قانون الانتاج الدفاعي كان من بين النقاط التي كانت الإدارة السابقة حذرة جدا بل تكاد تحاول أن لا تقترب منها ما الذي قد يؤشر إليه هذا التفعيل من الإدارة الجديدة أنا أعمل في مجال الانتاج لو حصل ذلك منذ سنة لكانت الأمور تغيرت إلى حد كبير أما الآن لست متأكدا إن كان ذلك ضروريا أنا أعتقد أنه على مستوى الانتاج الصناعي نفعل كل ما هو ضروري لمكافحة الفيروس ولكن علينا أن نتابع الأوضاع وأعتقد أن إدارة الرئيس بايدن تقيم ما يحصل على الأرض هي فكرة جيدة ولكن ربما تأخرت لأنه الآن أصبح لدينا لقاح ونحن نتقدم بسرعة في هذا المجال لست متأكدا أن قانون الانتاج الدفاعي سيؤثر كثيرا لان دعنا قبل أن نبتعد قليلا قضية النيتو التي ذكرتم قبل قليل بأن الوجود الأمريكي في أوروبا عندما سألتكم عن ارتباطه بالوجود الأمريكي في أوروبا قلتم لن يتغير لن يتغير في ظل أي معطى خاصة وأن الإدارة السابقة قلت ستعدد القوات في ألمانيا هناك خلافات في داخل الحلفاء في داخل النيتو بين تركيا وفرنسا على سبيل المثال فما رمانة الميزان صح التعبير في كل هذه المعطيات بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة بالنسبة لسيد الفنتاجون الجديد نعم أعتقد أنا شخصيا أن الرئيس بايدن سيغير قرار إخراج القوات الأمريكية من ألمانيا أعتقد أن هذه الفكرة كانت سيئة ترتكز على الشخصيات والعلاقات بين الرئيس ترامب والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل وبالتالي لن يفاجئني أن يغير الرئيس بايدن هذا القرار نعرف أن أمريكا حليفة مع ألمانيا من فترة طويلة وبالتالي هذا الأمر منطقي أما فيما يتعلق بالتعامل مع تركيا هناك بعض التحديات تركيا حليف منذ فترة طويلة للولايات المتحدة الأمريكية ولكن إن لم تكن أمريكا حذرة فستدفع بتركيا في اتجاه روسيا أنا برأيي سيكون هناك مقاربة مختلفة تحاول مع الإدارة الجديدة أن تقرب تركيا أكثر من التحالف وتأكد أن الجميع يفهموا أننا أيضا نلتزم بتحالفنا مع تركيا ولكن الرئيس أردوغان أيضا عليه أن يتقرب العقدة التي وقفت في وجه دولاب ربما إعادة ضبط الأمور بالنسبة للنيتو هل ستعطى باتريوت ترجع تركيا إلى برنامج الـ F35 مثلا حتى لا تدفع باتجاه روسيا التي أخذت منها بالفعل منظومة الـ S400 أتمنى أن نجد سبيلا ليمكننا أن نعطي منظومة الـ Patriot إلى تركيا ولكن لا أعتقد أن تركيا ستتخلى عن منظومة الـ S400 وهو أمر مثير للاهتمام نعرف أيضا أن هناك محاولة انقلاب حصلت ضد الرئيس أردوغان مؤخرا وقيل أن الـ F16 استعملت من قبل المنقالبين ورئيس أردوغان يريد أن يتأكد من مواجهة هذا الخطر في المستقبل لذلك يركز على منظومة S400 من روسيا على ذكر الإدارة السابقة بما أنكم قلتم أنها أخذت بعض القرارات بناء على انطباعات شخصية كما وصفتها فاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر دقائق له في العاصمة واشنطن بقوة الفضاء هل باعتقادكم سيوجه الرئيس بايدن ولويد أوستن بعض الجهد باتجاه هذه القوة؟ هذا ممكن أي أن كان مصدر قرار الإدارة السابقة إن فكرة القوة الفضائية هي مفهوم ضروري بالنسبة للمستقبل لست أدري إن كان بالضرورة أن تكون هذه القوة الفضائية منفصلة عن القوة الجوية علينا أن ندرس الأوضاع ونرى ولكن مفهوم القوة الفضائية مجددا قوة تركز على الفضاء هو أمر مهم جدا لأمن أمريكا والعالم ما الرسالة أو المعطة الذي قد يضيفه كون أوستن أول وزير دفاع من أصول إفريقية برأيك في الولايات المتحدة؟ أعتقد أنه أمر ممتاز بعد 245 عاما من وجود أمريكا هو أول شخص من أصول إفريقية يصبح وزير الدفاع كنا نتكلم عن وزير الحرب وهو أمر مهم للغاية لأن القيادة الأمريكية يجدر أن تكون على صورة شعب الأمريكي وهذا جزء من هذا المفهوم أنا فخور جدا بدوره وأيضا لأنني محارب قديم من إنديانا دانا بيتارد الجنرال السابق في الجيش الأمريكي والنائب السابق لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي شكرا جزيلا لك 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 شارك المئات في احتجاج بالعاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف قمع السلطات للتظاهرات المنددة بالفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية وكان عدد من الأحزاب والقوى السياسية اليسارية قد دعوا للتظاهر للتنديد بفشل المنظومة السياسية في تحقيق أهداف الثورة على امتداد عشر سنوات المئات من الناشطين نظموا احتجاجا في العاصمة التونسية المتظاهرون طالبوا بإطلاق سراح موقوفين ورفعوا الشعارات المنددة بقمع الاحتجاجات السلطات أوقفت أكثر من ألف محتج خلال حملات اعتقال جرى معظمها ليلا حسب ما يقول ناشطون وزارة الداخلية قالت إنها ألقت القبض على مخربين ومشاركين في أحداث شغل تطورات تجري بالتزامن مع تمديد حظر التجوال ومنع التجمعات ومنع التنقل بين الولايات لكبح جماح جائحة كورونا بعد أن بلغ الوضع الوبائي في البلاد حد الخطر وزارة الصحة التي سمحت باستئناف النشاط المدرسي شريطة تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس توعدت بتطبيق العقوبات لردع المخالفين لكن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها إجراءات الإغلاق لوقف تفشي الوباء دفعت منظمات حقوقية وقوى سياسية للاحتجاج شغل، حرية، كرامة وطنية شغل، حرية، كرامة وطنية هي ذات الهتافات التي أطلقت شرارة ثورة أطاحت قبل عشر سنوات بنظام حكم البلاد الداعون للاحتجاج يقولون إن مطالبهم مشروعة طالما فشلت المنظومة السياسية في تحقيق مطالب الشعب بينما يرى مؤيدون للحكومة أن تظاهرات هذه المرة تخللتها أعمال تخريب وأن النظام السابق لم يشهد جائحة مثل هذه موسيقى موسيقى